السلام عليكم اليوم نتكلمو على عملية الترميم في القصابة بتخص المنطقة هذه اللي لا نشاهد فيها واللي تسمى بليلو رقم اربعة واللي فيها تلت عقارات هذه المنطقة كذلك تسمى بدار بحيرد لانها واحدة من تلت عقارات هذه تخص دار بحيرد اللي كان فيها تجتمع المجاهدين اثناء التحريرية واللي صارت فيها العملية القبض على بعض من عناصر جمعة عليلا بوينت بعدما تم تفجير الدار هذه وهنا نشاهد الوضعية اللي كانت من قبل انتع الليلو هذا الاربع اللي فيها تلت عقارات كما قلت واللي راح نتكلم على عقار واحد اليوم ودار بحيرد اللي هي اجمل عقار فيه سوف نتكلم عليها في فيديو اخر اليوم نتكلم على عقار واحد من هذه العقارات الثالثة اللي راح نشوف هنا الاشغال كانت سيرا فيه يعني هذه المرحلة الاولى واللي يعني في الحقيقة الاشغال هذه تمت وانتهت وسوف نشاهد فيما يلي من فيديو يعني الدار هذه كيف تم ترميمها والنتيجة الرائعة التي حصلنا عليها وهنا نشاهد الاشغال عندما انتهت في هذه الدار العقار يعني العقار واحد من هذه الليل وهذا اللي كما قلنا فيها ثلاث عقارات ونشوف يعني ترميم رائع يعني عندما نقارن وضعية اللي كان فيه العقار هذا واللي فيها ثلثة بوابق كما اشاهدنا في الصور من قبل هذا هو العقار عندما انتهى انتهينا من الاشغال فيه وللذكر فان الشركة اللي تقوم بهذه الاشغال الترميمية هي شركة عالمية وتخصيصة في ترميم العقارات في اوروبا وصاحبها جزائري يعني يشتغل في هذا المهدان وهو عنده يعني وكالة لترميم المباني القادمة في فرنسا وكذلك يشتغل هنا في الجزائر وهذا هو النتيجة الترميم الرائع لهذه الدار لذات ثلث طوابق نشوف يعني الحالة الجيدة جدا الذي اصبح فيها هذا العقار سوقكم في رهاية الله وحفظه والسلام عليكم شكرا شكرا مع السلام ولذات ومع الظلم نهاية شكرا من فإن امنا من فى ممن جدا شكرا